اشتركوا في القناة اعتماد السيد المسيح فنحن نحتفل بهذا الزمن الميلادي زمن المجيء اللي دخلنا فيه ودخلنا ايضا في الصوم الميلادي حسب الرزنامة والطقس الشرقي فتحضيرنا للزمن الميلادي بيتبعوا احيانا مناسبات بيتبعوا طقوس بيتبعوا مثل الامسيات مثل البزارات مثل احتفالات اضاءة الشجرة اعلانا في بدء موسم الميلاد وموسم المجيء فعشان هيك بتشوفوا هالمناسبات وعلى صفحتنا على النورسات تبدأ البوستات تكتر عن افتتاح البزارات واضاءات الشجرة وكمان شوي منبلش ننقل الامسيات والترانيم التي تسبح وتمجد الله ومجيء سيدنا يسوع المسيح فمعكم بيحلى اللقاء وشكرا لكل المتابعين اللي عم بيتابعونا هذا الصباح الباكر وعلى صفحتنا واللي بيصبحوا علينا وبصبحوا وبتمنوننا نهار مبارك نحنا منكبر فيكم ونحنا مستمرين لانكم انتوا معنا في كل صباحات في كل برامجنا ومثل ما كمان احنا عودناكم نستعرض احيانا المناسبات اللي بتصير خلال هذا الاسبوع لكن قبل ما نستعرض بدنا نحيي ونصبح ومعاي انتوا على مش نقول ضيفنا هو اهل البيت الاب نبيل حداد صباحك نور يا ابونا الله يسعدك ابونا نبيل حداد هو من رعية الروم الكاثوليك وايضا هو مدير مركز التعايش الديني للويقام الديني في بحوث والدراسات التي تبحث في موضوع الويقام الديني والعيش المشترك والتعايش في كل العالم التعايش الديني لما بنحكي تعايش ديني وهلا كمان سؤالي هذا مع انه رح يكون خارج النطاق لانه في دايما بقولك انت عايش ولا عايش مشترك ولا معايشة ولا مواطنة فصارت الاسماء تكتر فانا بهذا المنبر بدي استغل هاي المناسبة نحكي ونفرق لكن ابونا احنا منصبح عليكم نرحب فيك انت كمان مقدم برنامج عينهم على المشرق في النورسات فهذا البرنامج الناجح اللي بتستقطب فيه كل الشخصيات الرسمية والمؤثرة في المجتمع الأردني وخاصة اللي بتعنا بالشأن الديني والشأن السياسي او التربوي او الاجتماعي او الثقافي واللي بتبحث ايضا بالشأن المسيحي في هذا البلد فابونا صباحك نور واحنا شاكلين كتير حضورك في هذا الصباح الباكر الله يبارك فيك معنكم انتو دايما بالنسبة لها لكم ساعة تسعة صباحا بتكون فيه دنيا الظهر صباحك نور أبونا طبعا نحنا زي ما حكيت لكم بتشوفوا منشاطات كثيرة وايضا عم بتشوفوا على صفحتنا على النورسات جوردان ايضا احنا في موسم نورسات لبنان لانه نحنا جزء من نورسات لبنان ونورسات لبنان هي الأم فالآن هي في صدد عمل تلاثون لجمع التبرعات والمساعدات لنورسات فبيسوى في هذا الزمن المجيء والآن أبونا نبيل حداد وفي عنا ضيف تاني كمان ان شاء الله ما يتأخر علينا لكن احنا منستضيفه ومنحكي عن اسمه لما يخضر ان شاء الله انه يكون يسهل أمره ويقدر يحتر هلا على الطريق وازمة الشوارع هلا عادة في الصباح الباكر طبعا مثل ما خبرتكم نشاطاتنا كثيرة ندواتنا كثيرة ندوة بمناسبة مئوية الدولة كانت في جبيهة يوم الأحد في قاعد كريسة اللاتين بجبيهة كانت حاضرة فيها وزيرة الثقافة هيفا نجار للحديث عن السنة المئوية وأيضا موضوع أخرى نصبح على ما عليها نعم استضبت أنت في برنامج عينون على المشرق نعم نعم أنا استضبت أمرتين نعم قبل الوزارة وبعد الوزارة عفكرة كل اللي استضبتم صاروا وزارة عقبا لا لسا لسا خداسة البابة طبعا فرانسيس دائما يدعو إلى الخير ويدعو دائما إلى أن نتبنى مبدأ التغيير التغيير الروحي في حياتنا التغيير في طريقة معيشتنا التغيير في إيماننا فدائما يركز على هذه الأمور مؤخرا وأيضا البابا يصلي بسبب الوباء وزيادة عدد الحالات التي في العالم يعني خاصة في أوروبا فنحن أيضا في الأردن عم بتزيد حالات الإصابات في كورونا فلازلنا في خطر هذا الفيروس وخاصة هلأ ونحن ندخلين على موسم الشتاء فدائما ندعو لالتزام في الكمامة والتباعد الجسدي ما بين بعض والتزام في القواعد الصحية وهناك أيضا تأملات ونشرة كاملة عن كنائسنا المختلفة الكلدانية والسريانية والأرمن ونقل لقدديس من مختلف الكنائس والعائلات الكنسية أبونا صباح النور نصبح عليك هذا اليوم ونطلب أبونا منك أنت مدير مركز التعايش الديني وناس بظلها تحكي أن تعايش وعيش مشترك والمواطنة لكن كلها بتصب بقالب واحد فتعطينا المركز التعايش الديني هو متى تأسس وأسباب تأسسه وهل زي ما بتقوله هالمنظومة أنه بين التعايش والعيش والمواطنة إلى آخرين من هذه التسميات بداية صباح الخير صباحكم نور وأنا اليوم سعيد أن أكون ضيفا على صباحكم نور وأن نطل على أحبائنا متابعي نورسات نورسات الفضائية ونورسات الأردن لأقول نحن اليوم نسير مع المجوس جميل ويقودنا الكوكب نحن في طريقنا إلى بيت الحم وسنسمع بعد نهاية عندك الاقتراب من نهاية مسيرنا ومسيرتنا سنسمع إني أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب لهذا السبب ضيفنا سيكون معنا لأن رسالة الميلاد هي رسالة عامة الدعوة فيها عامة بروح الميلاد بنحكي ونحن هنا في ضوء المغارة ولأننا أتباع الملك الطفل المولود في مغارة نتعلم أول درس هو التواضع والعب وأيضاً إحنا مطلوب منا أن نفخر فنقدم شهادة مدفوعين بهذا أسسنا في سنة 2003 مركز التعايش الدين جاء ذلك في أعقاب 11 سبتمبر 2001 نعم وأنا كنت أبحث عن منصة عن هيئة عن كينونة لتقدم الشهادة العربية المسيحية خاصة أنه صار فيه انقسام الشرق وغرب إسلام والغرب وإحنا كنا العرب رحيم نعم مع متهمين ولهذا السبب كنا نبحث عن دور هذا الدور الذي يجب أن نقوم به نحن دفاعاً عن شهادتنا ودفاعاً عن أرضنا لأنه إحنا هون تتوقف الأرقام والنسب وفيش أكثرية وأقلية نعم ولأننا ملح بدنا يكون فينا نكهة أنا أصر على نكهة المسيحي العربي في بجتمعه وكنا نبحث كنت أتمنى أن يكون مثل هذا المركز تحت مظلة الكنيسة نعم وحتى يكون حراً في حركته ينبغي أن يكون على تواصل مع آخرين ولن يكون لم يكن الغاية منه أن يكون مركزاً كنسياً بل هو مركز مسيحي هويته مسيحية عربية أردنية حضارية وتشتبك اشتباكاً طيباً مع المسلم حتى نرجي هنا محلياً وأقريمياً ودولياً لما يجينا على الاسم نعم اتفقت أنا ومعالي وسماحت رحمة الله عليه الشيخ أزدين الخطيب التميمي نعم وهو أخي وحبيبي وصديقي رحمة الله عليه تحدثنا تحدثنا بموضوع التعايش وهو الأزهري فأنا كنت يعني أخشى أنه مثل هذه الأسئلة ستبرز فقال يا أبنبيل التعايش كثيرون يخلطون في المعنى في اللغة لغة بين التعايش ومعايش الآن تفكر أنه البعض وللأسف يظنون أنه كلمة التعايش تنطبق على تعايش مع كورونا نعم الوضع مع غير مع غير الخير يكون معايشة نعم معايشتنا للكورونا مش تعايشنا مع الكورونا لأن التعايش على وزن تضامن تفاعل تكافل لهذا السبب البعض يعني يقول عايش مشترح والبعض خارج هذا الإطار وأنا يعني أحترم أحترم المعنى القوي العميق في كلمة تعايش لأنه مش معنى مش معنى أنه في إضعاف لحالة التآخي الموجودة عندنا الغاية من المركز هو أن يقدم نموذج للآخرين ليتعايشوا إحنا بالأردن هنا والأسباب كثيرة والدوافع كثيرة يفسر الأمور أنه هذه ضعف لا ليست ضعف وما حققه هذا المركز على مدى 18 سنة في العالم في العالم ولا أقول هنا وسيأتي يوم سنتحدث فيه يعني عن إنجاز هذا المركز لأنه كان وسيبقى إنجازا عبقريا وسنكتب ليس كما يكتب الآخرون أنه بدي أخذ من فلان شو حكا وفلان نحن سنتحدث عن ما فعلناه نعم وعن مواقف وعن قصص نجاح نعم شهادة شهادة مسيحية إيمانية وطنية أنت قلت في شخصيات سياسية أنا أنا يعني أتحدث في البعد الوطني أنا لست سياسيا ولا أطمح أن أكون سياسيا ولكني وطني وأدخل إلى محراب وطني لأناقش كل قضايا لأنه أنا هنا موجود بدي أتغلغل في هذا المجتمع بدي أتغلغل فيه كما يتغلغل الملح في وجبة الطعام بعطي نكها نعم أنا يجب أن أكون إضافة نكهة إضافية طيبة نعم مش مش تسبب للآخرين الإزعاج أبدا نعم ولهذا السبب الأردن كان وسيبقى وإحنا كلنا علينا دور كنا علينا دور والمسيحيون هنا هم أبناء هذه الأرض وعليهم أن يتحدثوا عن واجباتهم كما يتحدثون عن حقوقهم نتصدى لكل قضية إنسانية وما هذا اللقاء إلا تصدي لواجبنا في أن نتحدث عما هو إنساني نعم في وطننا اللي منحبه وفي أجواء قداسة عشان هيك أبونا نحن اخترنا اليوم عنوان لأنه هذا الشيء في الزمن الميلادي عم نحضر لو أنت قدمت مقدمة جميلة نحن مثل المجوز سائرون نحو الميلاد ونتبع الكوكب والنجم الذي سوف يبشرنا في النهاية بفرح وخبر عظيم العنوان لما اخترناه وكتبنا أعيادنا 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 نعم لما طلبنا أنه ما تكون مثلا نعيد الميلاد أو هيك أعيادنا بالمجمل بشكل عام أعيادنا إن كانت أعيادنا وطنية مسيحية مسلمة إسلامية جايين كمان على أعياد أخرى كمان مثل رمضان وهاي عشان هيك إحنا عم من شوي من مهد لضيفنا طبعا أنتم عارفين من ضيفنا لأنه تم الإعلان عنه سمحت الشيخ حمدي مراد وهو أيضا عضو مؤسس في مركز التعايش الديني وأيضا هو مفكر وعلامة ومثقف في الشأن الإسلامي منسميه المعتدل الإسلامي الحر الإسلامي اللي ينظر إلى أمور الإنسانية والعيش والتعايش والمواطنة والوئام بكل هالمعاني إنه اختاروا المعنى اللي أنتوا بتحبوا تسموا فيه لكن إنسان أخونا في الإيمان وإحنا بنسميه أبونا الشيخ يعني حتى هو كمان معنا شاركنا في مناسباتنا ودائما حاضر في مناسباتنا الدينية والاجتماعية حتى وأيضا في حتى في نورسات أيضا تم استضافته على برنامج عينون على المشرق وكان حديثه جدا رائع وأيضا يعني سمعت الشيخ يتحدث عن سيدتنا مريم العضرة بشيء يعني لما شفت الدمعة بعينه استغربت إنه إنسان يتحدث عن أمنا مريم العضرة بهذا العمق وهذا الإيمان ففعلا إن شاء الله بيجيبه بالسلامة وبتسمعه منه شخصيا أبونا لما بنحكي عيادنا وفي الخدمة في البعد الإنساني وعلاقتها دائما في البعد الإنسان دائما الناس بتطلع إنه عيادنا وبزرات وجمع تبرعات وحفلات وبينغو ويجمعها وكبرتوا راسنا أو يعني ضوشتونا وجعتوا راسنا بهذه الأمور يعني واللي بطلب الكنيس سيطلب مساعدات ومساعدة الفريق فقير وفلس الفقير موسم الأعياد يعني من ربط كيف تم ربطه في الخدمة الإنسانية والبعد الإنساني بهذا الشكل يعني مع أنه نحن يعني ديانتنا المسيحية لازم هذا الشي نتطلع فيه كل السنة لخدمة الفقير فموسم الأعياد تعطينا المجمل هالهالة التي تحيط في هذه المواسم دكتورة العيد نعم هو وقت مخصص مقتطع للاحتفاء والاحتفال في مناسبة في حدث في شخص في 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 عمل سجله التاريخ وإحنا نحرص على أنه يا صباح خير يا صباح الورد يا صباح الورد أنا بقدرش أوقف بقدرش أوقف أبصر حبيبي حبيبي صباح الأنوار لكم جميع لكن اليوم نريد أن نسمع منك ونحل المشاهدين يسمعون منك لكي يروا هالمحبة التي تفيد في قلوبنا ناحية حضرتك يا سمحتك الله يسعر الله يسعر فطلبنا وقدوتنا أن سيد المسيح عندما رسم أهم أسرار المسيحية كان يحتفل كان يحتفل بعيد وكان على حسب العادة العيد كان يذهب إلى أورشليم مع العائلة المقدسة العيد ممارسة تكريم العيد تكريم الحدث تكريم صاحب العيد أيا كان هذا العيد هو جزء من تعبيرنا عن إيماننا بالحدث بصاحب العيد ويجب أن لا ننسى أن الأمثولة التي نتعلمها من العيد أو من صاحب العيد هي الأهم ليس فقط وقتا للفرح الاجتماعي وهذا مبارك ومطلوب لأن الفرح عنوان من عنوان الحياة ومظهر وتجلي من تجليات العب بين الناس ولكن أيضا بدنا ما يطغى ذلك لينسينا معنى معنى العيد كيف يمكن لي أن أتحدث عن مغارة عن مغارة بيت لحم نعم وأنسى الفقر وأنسى الفقراء كيف بدي أتحدث عن عيد الميلاد وأنسى قيمة الأسرة كيف بدي أتحدث عن عيد الميلاد وأنسى واجب الأمومة نحن الأمومة نكرمها ونقدسها ولكن أيضا علينا جميعا نتعلم الدروس الأم يجب أن تكون أم الأب يجب أن يكون أب المربي يجب أن يكون مربي وما لما نقول مجوس المجوس مروا من عنا من هنا سيدي صحيح مروا من عنا من هنا إلى بيت العم وأقول دوما من عمان التي تحب القدس وتعشق بيت العم ما في ما في مكان في العالم يمكن أن نسمع فيه أصداء الترنيمة الخالدة المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة الذين بهم المسرة ما في أذان تستطيع أن تسمعها بوضوح لتدخل من أذاننا إلى قلوبنا نحن هنا في هذا الأردن الذي قلت عنه أردن القداسة نحن مروا من عنا هون المجوس ونذهب معهم اليوم في الطريق لنقدم هدايانا خضوع لله تعالى طاعة حب ونحمل البشرى نحمل البشرى كمسيحيين ونعيش مع إخوتنا المسلمين كما ذكرت في غياب سمعته أن نعيش ويكون لنا هذه النكهة اللي هي نفعة المسيحة الطيبة نعم جميل يا أبونا جميل صباح الورد صباح الورد الله يخلي دكتورنا نحن نرحب فيك مرة تانية الله يخلي أهلا وسهلا فيك يا أهلا بكم وهذا بيتك يعني نورستاد نحن نعتبره بيتك كمان نعتزم سيدنا الشيخ أنت جيت حضرت كمان بزارنا في اللي صار مؤخرا بجمعية النبر وكان حضورك مميز ومحبتك وحتى حكيت كلمة جميلة كمان فيها البزار عن الميلاد أنا حابة أنه أنقل هذا الشيء اللي حكيته وهي الكلمات المعبرة مباشرة على النورسات لأنه فعلا تأثرت فيها أنه كيف نحنا مع بعض عيادنا دائما مناسبة للعمل الإنساني نجتمع ما سواء نحب بعض كيف منعكس هذا الشيء في العمل وليس أيضا في الكلام فتفضل سمحتك يعني هذا صباح مبارك وصباح مقدس لما نلتقي جميعا وقد ربطت هذه القلوب المؤمنة بخالقها الله سبحانه وتعالى وبأحبابه الذين اصطفاهم على العالمين ليكونوا حملة رسالة الله سبحانه وتعالى في الأرض ومن آدم عليه السلام مرورا بنوح ومرورا بإبراهيم وبسيدنا موسى عليه السلام بسيدنا الذي نحتفل بأيامه وساعاته وفي كل وقت وحين سيدنا المسيح عليه أبضل الصلاة وجل التسليم وعلى أخيه الذي بشر به محمد صلى الله عليه وسلم فاليوم نحن نعيش هذه الأجواء الإيمانية الواحدة يعني كيف لا عندما حيثما يممت وجهي إلى القرآن الكريم أجد نفسي أمام طوال الصور وإذا بكينونتها وجوهرها سورة مريم عليها السلام كيف لا أستطيع أن أعيش هذه المعاني المقدسة مع إخوتنا المسيحيين ومريم البتول الطاهرة التي شاءها الله تعالى أن تكون هذه الآية العظيمة للكون كله لكل المؤمنين وفي 32 موضعا آخر في القرآن الكريم يعني ورود تتناثر عبر هذا الكتاب المقدس عندنا من السورة إلى امتداد هذا الكتاب المقدس وإذا تكلمنا عن سيدنا المسيح عليه أرض الصلاة وجل التسليم أيضا نتحرك في القرآن الكريم في 23 موضعا في القرآن الكريم حيثما يممت وجهك ميمنة ميسرة تجده بين يديك هذه الروح هذه الآية المعظمة التي أرادها الله تعالى برهانا على وجوده الله الواحد الأحد كما دائما يذكرنا الحبيبنا أخي الحبيب أبونا نبيل حداد رفيق وجوهر دعوة الإيمان للناس جميعا كيف يحبون بعضهم بعضا كيف ينهلون من سيدنا المسيح ومن الكتاب المقدس ومن قصص الأنبياء ونحن يعني حقيقة آيات القرآن الكريم في إطار الإخوة المسيحيين لها مكانة عظيمة عندما يكلمنا القرآن الكريم عن الآباء وعن حملة الرسالة المسيحية وعن هؤلاء المؤمنين المخلصين فيها فيقول ترى أعينهم تفيض من الدمع بما عرفوا من الحق يقولون ربنا دعاء وطويل كلام نعيش روحه في هذه الأيام وفي كل وقت حقيقة وفي أيامنا المقدسة نعيش هذه الروح المقدسة التي هي سيدنا عيسى المسيح الذي جاء آية عظمى بلا أب فما من نبي ولا رسول إلا كان له أم وكانت له أب ما عدا سيدنا آدم عليه السلام خلقه الله تعالى كن فيكون وسيدنا عيسى المسيح من أمه البتول بلا أب طاهرة بروح من الله سبحانه وتعالى من عنده البازار يعني حسنا نقول كان عنوانا نعم ينادي القلوب والأرواح الدسم في مثل هذه الأيام بالعمل الخيري نعم طوفنا بمعيتكم ومعية نورسات ومعية حبيبنا الأب نبيل حداد في هذه الجولة الإنسانية الأخلاقية الأياد الناعمة النسائية التي تعمل في هذه الأيام وتنتج وقل اعملوا وتنتج ليكون الإيمان والعمل معا يسيران في بناء المجتمع وإصلاح المجتمع والمساهمة في المجتمع روحيا وقلبيا وميدانيا في هذه الحياة إذن نحن أمة تعيش هذه البعاني في هذه الأيام البازار جاء عنوان جمعيات خيرية لطيفة طيبة من القدس الشريف من بيت لحم مولد سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام من عجلون من مادبة من الصلط حقيقة كانت آيات ستين مشارك ستين جمعية حقيقة ما استطعنا أن نأخذ وقتنا مع أننا أمضينا ساعات وفي قاعة يعني رحبة طيبة تحمل هذه الأنفاس في قاعات جمعية آل النبر بارك وفيهم في هذه المناسبات يشاركون الأحباب جميعا في مناسبات الأفراح الكثيرة والمقدسة العديدة وحتى في الأتراح فيها أجواء إيمانية وروحانية طيبة إذن كانت هذه الجمعيات التي التقينا فيها يوم البازار هي تعبير عن هذه الروح الطيبة عن هذه العلاقة الإنسانية عن هذه الحركة الاقتصادية المعجونة بروح طيبة وقلب سليم طاهر لا أستطيع لا أستطيع أن أعبر ونحن نتحدث عن هذه الأيام ونأسف ونحزن لمن لا يدركون ما أدركته الرسالات السماوية وما أدركه المسلمون حقيقة بعمق من مقام سيدتنا العذراء مريم وكذلك سيدنا وحبيبنا رسول الله عيسى المسيح عليه أفضل الصلاة وأجل التسليم سورة مريم لا يمكن لمؤمن مسلم يتلو فيها هذه الآيات إلا وروحه تسمو وقلبه يعمر بمزيد من الإيمان ودموعه تدرف أمام هذه المعجزات الربانية التي وهبها الله سبحانه وتعالى في لسيدتنا مريم ولسيدنا عيسى المسيح أنت شاهدت ولمست هذا الشعور من خلال هذا البزار بزار الذي سميناه الرحمة للسنة السابعة على التوالي فعني لما قلت لي أنه أنا شعرت بهال الروح الطيبة من الأشخاص المشاركين كيف يتكلمون عن منتجاتهم وكيف يتكلمون بحب يعني وتأثرت أنا حتى كمان في واحد من الأشخاص المشاركين قال لي أنا ما بعت كثير أنت عارفين أنه موسم هلا كورونا الناس شوية خايف أنها تطلع وتخالط أو أنه فيها التجمعات العاخرية فما كان فيها الحضور مثل السنوات السابقة يعني بعداد كبيرة فقال لي حتى لو ما بعت أنا بكفي أني أشوف الوجوه الطيبة بكفي أني أشعر بهالجو الليل صرنا سنتين نحنا قاعدين في البيوت مخنوقين نعم مخنوقين فبكفي نطلعنا وشفنا بعض وشفنا الضيوف عم بتزورنا تحدثنا مع بعض بالمشاركة أطلع الصبح أفرد هالبضاعة وأحطها بالنسبة لقلي هذا كافي هذا هو العيد فحسيت أن العيد فعلا هو عيد الميلاد مزبوط بـ 25 12 بيجي والحدث ميلاد يسوع المسيح وتقام الصلوات والشعر الدينية لكن العيد هو ما يسبق العيد من التحضيرات التحضير النفسي التحضير القلبي التحضير الإيماني كيف أنا شعرت مع أخي الإنسان بهذا الموسم عيادنا بساعد الأخي المتعثر أو أخي الغير قادر على سداد ما بدي أقول الفقير إحنا كلنا فقراء فقراء إن كان الإيمان أو فقراء بالروح فقراء بالمادة أم فقراء في أمور أخرى لكن وجود هذه الموسم بهذه الموسم تذكرنا بجوهر إيماننا تذكرنا بديان يتنام على اللي اللي جاءت فيها كانت إسلامية أو مسيحية لا فرق لنا واحد وربنا واحد لكن تذكرنا هذه الموسم إنه أخينا الإنسان أيضا فهذا هو العمل يعني اللي بيظلهم يحكوا يقول لك برزارات وأمسيات وحفلات وكل جميع تبرعات إلى آخرية هو عشان نساعد الآخرين يعني بالعكس زي ما تفضلت يعني كم أيضا لا أقول أحرجنا بس شعرنا بهذه الأرواح الطاهرة وهم يقدمون لنا هدايا هدايا يعني هي في الأصل لتسد في قيمتها أو قيمتها لقيمات لفقراء لأيتام لأرامل لمساكين يقدمون هدايا ويقسمون ويحلفون فحقيقة هذه أجواء تدل على أن المنطلق إيماني طاهر وأنه توجه إلى الله وأن الرزاق هو الله ولا يكون الأمر إلا بهذا الإيمان وهذه الأرواح الطاهرة وبهذه المحبة والجسور الطيبة التي يلتقي فيها كل الناس تحت هذه المعاني المقدسة يعني حتى الذي لا يؤمن صدقين فطرته تقول أريد هذا الإيمان أريد هذه القدسية أريد هذه الأجواء فطرة الإنسان لا تستغني عن الانتماء للخالق سبحانه وتعالى يستحيل ولذلك إن لم نحيي هذه الأيام ببزارات بلقاءات بمحاضرات بندوات مباركة في نرسات اللي نعتز والله بعطائها الخاص الدائم وفي كل احتفالات المسيحية والإسلامية تشاركوننا ونشارككم لأن كما تفضلتم نحن مصدر واحد وميدان واحد وقلب واحد مجتمع وأسرة إنسانية واحدة رحمة للعالمين شو رأيك أبونا بالكلام أنت ماذا شعرف وأنت تزور في هذا البزار وأنت برفقة سمحت الشيخ أنا سعيد بداية أن أكون هنا اليوم العنوان عيادنا مواسم العمل الإنساني يبدأ العمل الإنساني بممارسة إنسانية وجودنا هنا هو سعي لهذا العمل الإنساني معنا صحيح أحبب قريبك كنفسك أنا بدي أقول هو مسلم مئة بالمئة وأنا كهنوتي يشهد على مسيحيتي أنا مترافق أنا والشيخ ثلاثة عقود ونصف نصف آه ما زال هو مسلما تقيا ورعا ممارسا وما زلت أنا المسيح الكاهن خادم الرب بعد ما تغيرناش صحيح إحنا إيماننا بالله الوعد وإيماننا بالخير وإيماننا هذا الإيمان بيشوف أنه فيه فرق فيه اختلاف بين المسجد وبين الكنيسة بالطقوس بالممارسة بالعقيدة فيه اختلاف إحنا إحنا مش دين واحد لكننا لا نسعى إننا نخلق دين جديد إحنا الدين الذي نؤمن به أنا كمسيح هو يقودنا إلى الله من خلال حبنا للإنسان يا الله بدي أشكرك دكتورة إنكو سميتو هذا البازار الرحمة يا سلام صحيح ونحن نتنافس تنافساً إيجابياً أنا والأهد المسلم نتنافس في التعبير عن الرحمة والتعبير عن المحبة هذه مصطلحات يجب أن نراها في الأمور الصغيرة مش في الندوات اللي فيها معاججة لاهوتية وعقائدية أنا أرى أي خروج عن النص عن النص عن نص الرحمة ونص المحبة هو خروج على السماء وتمرد ومعصية صحيح أنا بحب هذا الرجل لأنه أنا مطلوب يعني هذا مش مشترف محبتي للناس ولا بروتوكول ولا بروتوكول أنا إحنا هذا الحب مطلوب أحبب قريبك أنا إنجيلي ومسيحي فادي وعلمني قال أحبب قريبك كنفسك ومن هو قريبي مثل أحيلهم إلى السامري الرحيم فتحتي أبواب جمعية آل النبر المحترمين لهذا البازار في هذه السنة أنت غيرت أجواء عامة كورونا هلكت الناس مخنوقين أنت جبتي ستين مشارك واللي شافه سماحته وحكينا عنه أنه هناك عائلات عائلات تحتاج والبعض يعني يمكن يأنف أنه هو كثير مهم ما بروح على بازار يعني أنه بازار سوق نحن في هذا السوق نسعى إلى أن نصل إلى شخص محتاج هو مستعين وبيحضع كرامته ولكن بيشتغل بإيده وبطلب المساعدة باعتزاز بعزة بعزة وإحنا من لبى الدعوة يا دكتورة نعم اللي بلبى الدعوة بكون محترم وكريم اللي ما لبى الدعوة هذه مشكلته أنا لما باجي على البازار أنا جاي في مشهد للرحمة في مشهد للحب وبعدين كيف لي أن أعيد وأدعي انتمائي المسيحي والإسلامي انتمائي شو كان ما كان موقعي أقول لك سواء كان مفتي ولا مطران ولا خوري ولا شيخ مهما كان هذا الموقع نحن وضعنا في هذه المواقع من أجل أن نذكر أنفسنا أولا أولا نحن ونذكر الآخرين بأن علينا أن نصنع الرحمة كما فعل السامري إلى اليهودي كما جاء في مثل السيد المسيح الأعياد أحلى موسم في الدنيا وأقدس موسم في الدنيا هو موسم العيد موسم العيد الأوكازيون هذا الأوكازيون الذي يريدو يعمل الرحمة يلا تعالي إليك إليك جائزة إليك إليك خصم إليك إعمل معروف خذ خذ مكافأة هذا هذا الكلام إحنا لا نتوقف عنده إحنا لا نعظ الناس بدنا نذكر الناس بمحبتنا وبرحمتنا وفي الظروف اللي حكيت إنتي قلت في متعثرين أنا أرى إلي راح واشترى له بخمس ديرات من هذا البازار يمكن كسب أجر أكثر من تبرعات الله أقول لك مساعدة المريض أو طفل جعان أو عريان أهم وأقدس مني أتبرع لكنيسة صحيح ومسجد نعم صحيح لأنه أيهما أقدس أيهما وإيك حكى السيد المزيح أيهما أقدس المذبح ولا القربان اللي على المذبح أيهما أقدس الإنسان أم الحجر أنا من هذا المنبر أنا أقول كل عيد قاعدين من عيدوا ع بعضنا كل عام أنت بخير أنت بخير تتمنى له خير طب كيف تتمنى لك الخير ومحتمل بالعيد وأنا لم أمدد إليك لا يدا ولا نظرة ولا في ناس ما بسلم بطل نسلم بالإيام ها يمشي وبالتالي مع كورونا كورو عبدوك خير أهلا مع أنتم بألف خير فعلا يا أبونا يعني كلامك جدا واقع وسيدنا الشيخ نحنا كمان باحتفالاتنا في أعياد رمضان وعيد الأطحى يعني مشاركة هلأ هلأ حاليا يعني عم نشوف حتى عائلات مسلمة بتضع الشجرة وتزين الأضواء الشجر بالأضواء الجميلة يعني نشارك بعض حتى في الشعار وحتى في الممارسات يعني من الزينة ومن يعني برضو كمان يعني مشاركتنا باحتفالاتنا برمضان أو بعيادنا الميلادية أو عيادنا الفصحية المشاركة هاي هي إنعكاس على المحبة وإنعكاس عنها الجو كمان اللي عم منعيشه نحنا في بلدنا الأردن اللي هو نموذج لهذا العيش المشتركة التعايش والمواطنة والوئام والمحبة الأخوية اللي طلبها مننا السيد المسيح طلبها طلبها بدينكم الكريم الرسول عليه السلام إنه كيف أنظر للآخر كيف أحب الآخر كيف أعيش وأتعايش مع الآخر بل نفى الإيمان عمن لا يحب للآخرين ما يحب لنفسه يا سلام لا يؤمن قريبك كنفسك نفس الشي لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه يعني نفس الآية اللي عندنا أنا بدأ أشكر سماعته يعني بدأ أشكر سماعتك أنا زي ما قلتي هذيك اليوم يمكن يعني أشكرك إنه دعيتنا إلى هذا اللقاء والعجس هذا شرف لإلنا يعني أولا هذه المودة وهذه الأخوة ليست مصطنعة ثانيا إحنا أنا أنا رأيت في كثير من المناسبات عينا أخي المبجل المحترم الوقور عيناه تدمع عندما يتحدث عن السيدة العذراء وابنها يسوع المسيح الفادي بس أنا بدي أقول إنه في رسالة هنا إنه الإسلام هو بعمل هيك لأنه مسلم صحيح وهذه رسالة لللي بيكسروا مقابر وبكسروا أضرحة وبكسروا كذا أنتم عندما تسيئون إلى كرامات الإساءات يا إما بتكون للأحياء يا للأموات صحيح في ناس مبلشين بالأحياء وبالأموات يعني اللي بيقول لك أنا بديش أعيد معك الشيخ هذا كل عيد بعيد معنا وأنا كل عيد بعيد معهم هذه قمة الإنسانية قمة الإنسانية أنا لما بروح على المسجد أنا ما بتحول إلى الإسلام أنا أرى وأريد أن أرى الإسلام أرى فيه ما يأمر الإسلام به وهو بده يشوف فيه لازم يشوف فيه صورة 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 المسيح يسمع أنه واحد أما يأتي بكسر ومقبرة بعرف وين بيقرية ونموذج للتآخر المسيح الإسلام يأتي واحد يرفض هذا الكلام يعني على وجه العيد يرفض هذا الكلام لكل المسلم قبل المسيح لأنه هذا خروج على على الرحمة وعلمحبة اللي ما بجمع معنا فهو يفرق نعم فعلا أبونا يعني كمان في زي ما تفضلت أصوات نشاز يعني بتغرد هنا وهناك عن موضوع المسيحية أنه أعيدهم وأصافحهم أعيدهم وحرامهم وإلى آخرين ونحن لما بنسمع هذا الكلام يعني من هدول الأشخاص نتأثر لكن إحنا بالصميم وبقلوبنا نعرف أنه هذا مش هذا بهذا البلد يعني هذا أفكار فردية دائما منحكي أنه يا جماعة ما تصعدوا المواقف وما تصعدوا هذا الحكي الكلام هذا شخص فردي حكى هذا الشي يعني برأيه لكن ليس هذا هو الإسلام الإسلام عشان هيك صار في عندنا كتير مؤتمرات يعني صرنا حديثا نشوفه ما كان في السابق نحكي عن الإسلام والإسلاموفوبيا واللي بيخافوا من المسلمين وصرنا نحكي ونشرح من أول لجديد مع معنى الإسلام يعني أنا في أحد المؤتمرات في أوروبا في الاتحاد النسائي للمرأة المسيحية الكاثوليك في العالم العالمي كانت رسالتي لأحكيها عن ما هو الإسلام وأنا مسيحية يعني فاستغربوا كثير أنه يعني إنساني مسيحية تحكي ما هو الإسلام يعني إنه هذا هو الإسلام اللي عم بعيشه في البلد الأردن فهل أصوات النشاز وهل أفكار أحيانا المغلوطة اللي اللي بتصدح من هنا وهناك تفضل سماحتك حابب إنك تحكي الله هذه يعني مناسبة دائما تستدرجنا إلى ما نؤمن به ليسمعه الأحبة ومن القلب إلى القلب من الروح إلى الروح نتمنى تنقيد النفوس بعيدا عن أمرين خطيرين الجهل والتعصب فهناك جاهل يخوض بما لا يعلم فاسألوا أهل الذكر ارجعوا لأهل التخصص في ذلك المخلصين في ذلك وهناك من يعلم لكنه يتقوقع ويتعصب ويرى نفسه دون الآخرين ولا يرى الآخرين هذا أيضا ضيع نفسه وأخطر من الجاهل ولذلك لما ربنا يعبر مثلا وما أرسلناك أيها الرسول إلا رحمة للعالمين إذن كسر كل الحواجز التي يمكن أن يضعها الإنسان بين نفسه كمؤمن ومع الناس جميعا مؤمنين وغير مؤمنين غير مؤمنين صالحين وغير صالحين وإلا أنت كيف ستكون عنوانا للإصلاح في المجتمع الصالح لا يحتاج منك دعوة أنت بحاجة للآخرين أن تشعر بحزن عليهم وليس بحقد عليهم يعني نحن من هو خارج دائرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى سواء في الإطار المسيحي أو الإسلامي أو غيره الذي يتعلق بالله الواحد نحن لا نكرهه بالعكس والله نبكي عليه ونحزن له لأننا نشعر أننا نحن في طريق نجاة وسعادة نسبية في الدنيا وسعادة خالدة في الآخر والله تعالى ما أرسل الأنبياء وما كلفنا من بعدهم إلا أن ننقذ أحبابنا بالكلمة الطيبة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وناقشهم جادلهم بالتي هي أحسن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هو أحر لكم دينكم ولي دين لكن لا يمكن بمجرد ما تبتعد وضع تحاجزا يتنافى مع رحمة للعالمين الأخوة الإنسانية إطار المؤمن يحمل رايته ويسير في هذا العالم يؤاخي كل إنسان في هذا العالم سمع منه أو لم يسمع رضي أو لم يرضى يؤدي واجبه ويبقى يحبه لوجه الله لأن الله خلقه فله علينا واجب هذه الأخوة الإنسانية كما خلقني الله أعطاني مالا وجب أن ألتفت لأخي الفقير أي كان معتقده فأقدم له من مال الله الذي أعطانيه ورزقني إياه رب العالمين منحني إيمانا كيف أفيض به على الآخرين بالمحبة والمودة والكلمة الطيبة فإن أبى شفقت في قلبي عليه وحزنت ولا أحقد عليه لأن الحقد يعني لا وجود للإيمان لا يجتمع الإيمان والحقد والغيبة والنميمة والتعصب كل هذه المعاني لا يمكن إلا أن تمسح بالمحبة والتسامح هي قاعدة الإيمان الصحيحة فأي إيمان يبنى على غير المحبة والتسامح لا يكون إيمانا صحيحا يكون نظريات فلسفية عقلية مجرد من الروح والقلب السليم جميل جميل لأحلام أجمل من كلام فضل أبونا يعني إحنا نعايد بهذه المناسبات وبدنا نتذكر أنه كما جاء في عنوان الحلقة أعيادنا مواسم للعمل الإنساني بدنا نتذكر أنه يجب في هذا المعنى أنه مش بس بالعيد الميلاد والأضحى ولا بالفصح وبرمضان عيادنا ينبغي أن يمتد تعلمنا وتمسكنا وممارستنا طوال السنة إحنا بحاجة كل يوم بدنا نكون عندنا عيد إذا في عمل إنساني أحسنت وأقول لك والأهم من هذا أنا بقول أنه اللي بيعمل عمل رحمة ومن يقوم بالعمل الإنساني هو معيد وإذا ما عيد بهذه الطريقة يعني مش معيد خسرة كثيرا خسرة نحزن لخسراني والرحمة خلينا نتذكر في أسر فين محتاجين في فقر في تعب عند الناس يعني الأنانية موجودة خلينا نخفف من الأنانية خلينا نخفف من الجعود خلينا نخفف من قلة قلة الرفق اللي اللي عم نشوفها يعني وإحنا متحدث عن الرحمة الأحد الماضي سمعنا في الإنجيل المقدس السيد المسيح يقول لأحد الأغنياء الذي جاءه شاب غني نعم قال له وماذا أفعل بعد يعني في كثير ناس حافظ الوصايا أنت حافظها بس شو عامل يا أخي من أنا شايفك أنت في موقعك أنت في مسيرتك في نهجك شو لي عامله أريد بد يورث الحياة الأبدية قال له اذهب وبيع كل ما لك ووزعه على الفقراء والمساكين ثم تعال تبعني اللي بده عيد ولي بده يقول ميري كريسماس وكل عام تم خير بده يضحي بده يتذكر إن شاء الله الرحمة هي دافعه وهي عنوان الإنسانية إذا لم تكن رحيما فإنت ما بتقرب لربنا مش صحيح مش بإنتم تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم الله هو الرحيم يعني بتقرب شربنا معنات وين هالإيمان اللي عندك إذا أنت ما بتقربش للرحمن الرحيم نعم لهذا السبب يعني أنا أشجع كل الأحبة على أن نتذكر في العيد واجب الرحمة والرحمة ممكن تكون بالتبرع بالمادي وممكن تكون بكلمة كلمة طيبة كلمة طيبة فعلا يعني أبونا إنا نحنا من هذا الصباح قبل ما ننهي برامجنا يعني أنا حابة كثير أشكركم أشكركم على محبة شكرينا شكرينا سمحت الشيخ كمان أنا بشكركم أخضركم معنا في هذا الصباح مثل ما حكيت من البداية أنتم أهلي البيت ومحبتكم عزتكم لأنها خالصة وحقيقية يعني وليست يعني مجاملة فعلا سيدنا ولا إعلام لا لا مش لأنه أمام الكاميرا لا لا دعوة إلى الله عشان هيك برنامج صباحكم نور هو برنامج يعني حديث صباحي بسيط يعني ولكن لكن لكن يضع بصمات حقيقية ومشاعر حقيقية عم ننقولها للمشاهد على التلفزيون أنت يشوف هذه الصورة الجميلة اللي عم نعيشها في بلادنا في وطننا في بلدنا بلد القداسة الأردن بلد السيد المسيح اللي هي اللي انطلقت البشارة المسيحية من نهرها الخالد على شرق الأردن بطنع أعيذ على المسيحيين بطنع أعيذ على المسيحيين وإحنا هو بعيدكم أنا أعيد أتركه الختام يكون إله نعم إذا بتسمعي إذي أكيد أعطي الختام أنا اليوم بعيد على إخواني المسيحيين وحبايبي وأبنائي وقبل وبعده أعيد على إخوة المسلمين الله يخليك فالسيد المسيح وصورته في سورة مريم صورته هو وأمه مريم ولا أجمل وأنتم بخير كل عام وأنتم بخير كل أحبابنا المسيحيين في مملكتنا شرق النهر وفي غرب النهر الحبيبة القدس وبيت الأحم وفي كل أنحاء هذا الكون الذي ينعم بنفحات هذه المسيحية السمحاء وهذا الإسلام المسالم الداعي للسلام دوما معا يدا واحدا وقلبا واحدا وقسرة واحدة من أجل إنسانية راقية يعمها الحب المحبة والسلام أمين أمين يا أبونا بهذا الكلام الطيب ننهي حلقتنا نحن وشاكرين حضوركم معنا في هذا الصباح لكن نحن طمعنين في لقاءات أخرى إن شاء الله ونسبات وأعياد دائما تكون مزيني حياتنا أنا بدي حبي أشكر كل الأشخاص اللي تواصلوا معنا على صفحتنا على فيسبوك كل الأشخاص اللي بعتوا لنا كلمات محبة وكلمات يعني كلهم أفاضوا كلام جميل سمحت الشيخ بكلامك يعني كلام جدا رائع تعياريتنا سمعوا من الكل بول لكن إن شاء الله هالكلمة إنها قدرت توصل والرسالة اليوم قدرنا نوصلها عيادنا مواسم للعمل الإنساني ما تنسوا إخوتكم في الإيمان ما تنسوا الفقير ما تنسوا المحتاج عشان متن ما تفضل سمحتوا متن ما تفضل أبونا لما نقول كل عام أنتوا بخير يوم عيد الميلاد نقولها بصدق إنه فعلنا خير وفرحنا قلوب ناس كتيرين نعزمتوا عبزار روحوا عبزار مش قادرين تروحوا عبزار تبرعوا في هالمصاري أو هالفلوس اللي كنتوا بدكم تشتروا في هالبزار لكاهن الرعية لعاملين النشاط إن كانوا شبيبات أو كشاف أعطوهم ووزعوا عليهم لا تقعدوا في بيوتكم خايفين من كورونا مضبوط الكورونا نحنا يعني أمر جدا مهم ولازم نحن نحافظ على الإجراءات الصحية خاصة في التجمعات وخاصة في المناسبات لكن هذا ما يخلي يكون سبب إنه يبعدكم إنسانيا عن إخوتكم فمننهي برنامجنا اليوم نشكر على الأشخاص اللي كانوا على عداد هذه الحلقة إن كان في بيروت أو في الأردن منقولكم صباحكم نور صباحكم إنساني خير بكل المعاني وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوع صباحكم نور إلى اللقاء إلى اللقاء الله يعطيك العافية الله يعطيك العافية نور ساتي ليل وميين نور ساتي ليل وميين نور ساتي ليل وميين محب وميين نور ساتي ليل وميين نور ساتي ليل وميين نور ساتي ليل وميين ساتي ليل وميين نور 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 ساتي ليل وميين اشتركوا في القناة